النادي الاهلي كمان في النظام ان انت تطلع معسكر ايه طبعا اكيد تطلع معسكر فقولت اكيد لما هنيجي طالعين معسكر هقولولي شكرا بقى ايه يعني كان في حاجة كده مشهورة في الوقت ده احنا متعرف عليها بيننا بين اللعيبة ان انت تاخد تسكرة اللاطر وايه وهتراوح حالك تبكلم على المشاوير لا مشوار اسوان 96 كان الخط من اللوصر اسوان كان خط واحد يعني اللاطر اللي رايح اللي هناك بيستنى لغاية لما اللاطر يوصل من اللوصر اسوان كان 6 ساعة بس كان شريط واحد بعدين انا حضرت شريط بعد سنة او سنتين بقى شريط وبعد يتعودت عالطيارنا صعيدي ويتعود على كمان ركوب الطيارة فده كان موضوع عادي يعني اول ما طلعنا معسكر غير ده انا قلت مش هسفرونه وهاخد تسكرة اللاطر وهروح يعني محضر نفسي اه فزميلي بيقول لي لا يعني ما تيلاش انت رعيب كواس وانت مكمل واحنا كمان في الوقت ده كان 6 مكملين واحنا اتنين بينا تمانية لما حصلت التصفية ميشي من انا اتنين من اتنين انا كنت شايفهم برضو من اللعيبة اللي كانت يعني سبحان الله اللي اتنين يكملوا في الكورة لكن هو كانت وجهات نظر صلاح برين كراس حربة ومصعد الفراء الدور الممتاز وكابتن اشرف شعبان اللي هما كانوا في اسوار في اسوار من مغاغة برضو من افضل لعيبة اللي جات في نص المرحب ده رأيانا شخصية رائب كابتن محمد عمر لما مسكه في الدرجة التانية كنت في الدرجة التانية لا لا كابتن ده دور ممتاز كابتن عمر ما اشتغلش مع اسوار درجة تانية اللي انت انا رحت دور ممتاز الفراء صعدت ما اللي انت فيه سنة من السنين الستة لعيبة اللي سميتهم لحضرات دول هم اللي راحوا لعبوا في الدور الدرجة الاولى وصعدوا الفراء للدور الممتاز انا بقولك عشان كده وصلت طبعا كابتن محمد عمر في الوقت محمد عمر كان ماسك الدور الممتاز أنا فاكرا كابتن أول ماتشف أسوار ضد النادي الأهلي سنة كام؟ 96-97 كان جوزي هو المسؤول؟ لا مين في النادي الأهلي؟ لا بس من الجزء أيامنا لكن ده أول سنة لي أنا دور ممتاز 96-97 ضد أفضل اثنين روس حربة في مصر كابتن حسام حسن وفليكس وأنا هلعب مساك مش هلعب ليبرو كمان يعني المفروض لو لعبت في الجنب اليمين مثلا على حسام حسن أو على الجنب الشمال أعادت أنا وعشور إحنا الاثنين الاستبارات اللي هنلعب وإحنا الاثنين مجادين وإحنا الاثنين عادين في قضاء واحدة أتلعب يبين وأتلعب شمال هو أكبر مني سنتين أو ثلاثة هو كنت تستشيروا بعض وإحنا الاثنين بنلعب هنا كويس وكان معايا هاني همام هو اللي هلعب ليبرو كنت أنا وهاني اللي بنبدل في المكان دا لغاية لما ربنا يا كرم يعني من أستوبر بترجع خطوة تبقى ليبرو لا كنا تلاتة يعني كان كابتن عامر لما هي حب يلعب هاني لعبنا أنا مساك وفي الوقت اللي أنا موجود والاثنين الاستوبرات موجودين خلاص أنا اللي بيلعب في المكان يعني محمد عامر سابق عصره بالطريقة دي يعني فأنا فاكر أول ماتش من كتر التفكير هتلعب فين هنا ولا هنا ممكن ما نمتش ما نمتش هل من رهبة أنك تلعب قدام النادي الأهلي ولا من رهبة المباررة نفسها أننا هلعب ضد النادي الأهلي وأننا هلعب ضد الاتنين دول عاوز صلع كل اللي جواك كل التفكير في الكرة وكل اللي أنت بتفكر فيه هي اللحظة دي أولا الماتشات ما كانتش زي ما قلت حراك مش كتير بتبقى هو كان ماتش أهلي هو ده اللي فيه ماتشات الأهلي والزمالك بس لك هتوزع فده ماتش الموسم بالنسبة لنا الماتش ده احنا خسرنا واحد صفر في الديها مسلا ستة وتمانين أفضل لعيب كان أحمد كمال حرس المرة إن شاءل بقى شفوه المباراة دي أخو اللي جاب فينا الجون تقريبا هوليد صلاح ما احنا في المانيا كنا بنكسب بالعافية احنا كمان في جيلنا كنا بنكسب في جر مرة واحدة أيام دون ريفي رحمة الله عليه كسبنا تلاتة أنا جبت جول ومش عارف مين دي جاب كسبنا تلاتة صفر ده الماتش الوحيد نعم بلكده كنا بنكسب واحد ومرة تانية لأ كسبنا تنين صفر أحمد عبدالباقى بقى بلديات أه طبعا كان بنشوته كرة بدماغه نعم عارف كابتل حبيبي كابتل حبيبي اه نشوته لعب كرة بدماغه وقطعت الشبكة جابوها من مورة كان حتة حديدة في دماغه وشفت في الماتش بتاع منش الجلد بخت هو اللي جاب الجول برضو ما نعمتش بقى يوميا ده كان لكن خدت هنا مثلا اللي هو أكبر درس المباراة كابتل دايما السيناريات اللي انت بتوعي ترسمها كلعيب غير الطبيعة اه غير الطبيعة اوه ما بتنزل ملعب كل ده مش 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 موجود مهمة يقولك ايه يقولك اللعيب النهاردة مثلا ايه موراة اهلي وزمالك اسماعيلي وترسانة كلام ده كله يقولك مين لا هيكسب مش حكاية مين هيكسب حسب حالة اللعيب يوم المباراة ايه هي دي دي اللي مفروض ده للواحد حالة بقوله للعيب توقع اه طبعا يعني دلوقتي اللعيب توقع انت يعني وانت بتلعب في اه اسوان ما فكرتش بقى من راشة زينك انت بعد ما انت حسيت ان انت بقى دا تزيد تزيد ما فكرتش انك تطلع برا اه اسوان اه اكيد ما هو انا دي كان بالنسبة لي هي اول خطو اه لكن ما كنتش حاطت كحلم ان انا هوصل لفين بقى امانة خالص يعني ما كنتش حاطت يعني سافي للطموح انت ممكن توصل لفين اه ده يعني انا مفكرش فوقت بالاوقات ممكن اروح لعب في الاسماعيلي هلعب في الاهلي هلعب في الزمالك هلعب في الترسانة الكلام دا بس كابتا هو انا كان بالنسبة لأكيد ام يعني حلمت بالمشروع اه طبعا اه اول سنة اه اه عايزة ثبت اقدام الاو يعني عايزة بقى موجود العب ام انا عدت اول اربع خمس مطشوات ما لعبتش اربع في الا اول ما روحت في الاعين لسه جاي اه اه ما لعبتش خدتش لسه على الملعب لا ما لعبتش كابتن عامر كان بيلعب اه ما لعبتش خلص في المباراة لا لا ما شاربتش انا شاركت عشرين ديها ضد نادي الزمالك ده برضو اول اشتراك ليا في الدور الممتاز اول ثانية العبها كان اصوان ضد نادي الزمالك خسرنا واحد سفر طرى مصطفى كان فأصوان ولا كان فقير اصوان فأصوان فأصوان الحد اتعور من الحمد مرسي اتعور من المدافعين كان مرسي او عبدالله تروري كان محترف من مالي وهاني همان اتعور في الشط التاني بعد عشر خمساشر ديها لكم ساخر احنا رحنا اتنين انا احمد توفيق وعلى فكرة برضو احمد توفيق من ناشئين النادي الاهلي من الناس اللي ماشيت برضو من بدري كواس ان انا يعني برضو ايه كانت الحاتلة زعل ان احمد توفيق ده من توفيق بتاع بيرامت لا 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 أحمد توفي أحمد توفي لا أحمد سنة من برضو من الناس اللي مشيت في سن 16-17 سنة وكابتن الدكتور هانو مصطفى هو اللي اختاره للنادي الأهلي ومنتخب مصر من مغاخر ما شاء الله يعني اتاخد من دورة في اسكندرية كنا احنا منتخب شمال السعيد واتاخد أحمد توفي من الدورة دي من منتخب المينيا للنادي الأهلي ومنتخب مصر ودي كان أول مباراة كانت ليك مع الزمالك ضد الزمالك مع الزمالك وبعدين بجعت تاني عدت احتياطي عد خمس مباريات طب وانت بتلعب أول مباراة مع الزمالك بجيل كمان جيل الأحلال إيه اللي يدار في زهنك وانت يعني لعبت أول مباراة لها كانت ضد النادي الأهلي مش كده اه مصبوط وبعد كده عدت احتياطي لا كابتن الأهلي ده لما حضرك سألتني على أننا لما ألعب ضد النادي الأهلي لكن أول مباراة لها رسمية مع النادي الأسوال العشرين دي ضد النادي الزمالك طيب اثنين روس حربة كابتن أحمد الكاس قصص عيد اه ده الزمالك بقى في عصره 96 اه مجدد الفرق كلها بتاعته طيب أول إحساسك إيه لما لعبت قدام نات الزمالك بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل الحلالك